أصدقائي السعوديين الأعزاء السلام عليكم نحتفل في 23 سبتمبر باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية في هذه المناسبة المميزة أتكدم بإسمي وبإسم سفارة فرنسا بأصداك التهاني إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز السعود وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العاد وإلى الشعب السعودي بأكماله المجتمع السعودي يعيش لحظة تاريخية وتطورا استثنائيا وهنا أود ونهني القيادات السعودية والشعب السعودي على النجاحات الكبيرة التي حككت المملكة بفضل الرؤية السعودية 2030 وأنا فخور أيضا بتطور العركات بين بلدين التي بدأت منذ سنة 1926 عندما كانت فرنسا البلد الأول الذي احترف بسيادة الملك عبدالعزيز وأدرك همية المملكة العربية السعودية شعبا وأمة شراكتنا استراتيجية نراها اليوم في جميع المجالات الطاقة والصحة والتعليم والبيئة والسياحة وتبعا الثقافة خاصة في العولة وجاءت زيارة ولي الحاد الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا الذي استكبله رئيس الجمهورية إمانويل مكرون في قصر إليزي في شاع يوليو لتتذكر بالتوافق الكبير بين فرنسا والمملكة في الشان السياسي فالعركة بين بلدين مبنية على الثقة والصداقة وسنستمر دائما في تعزيزها أود أن أشكر أيضا جميع السعوديات والسعوديين على حسن كرمهم وضيافتهم في الرياض وجدة دمام وقصيم وأبحى والطايف والعولة وأنا أتطلع لإكتشاف المزيد من مناطق المملكة العائعة مع عائلتي والتعارف أكثر على الشعب السعودي الصدي أتمنى لكم جميعا يوما وثانيا سعيدا كل عام وأنتم بألف خير